الآن ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن مراسلون هشام برار من البيت الأبيض وفاء إجباعي من البنتاجون ومن الكونغرس الزميل عبد الرحمن البرديسي ومن هنا من استوديوهاتنا رابح الفلالي أبدأ معك وفاء ماذا عن تفاصيل موقف البنتاجون مما يجري أولا في سودان وإن كان أي وجود من خطط لإجلاء الأمريكيين أي خطط جديدة نعم جوب طبع البنتاجون لا يزال يراقب عن كثب وبحذر ما يجري من تطورات عسكرية في السودان في هذا الإطار مسؤول في هيئة الأركان أكد للحرة اليوم بأن القوات الأمريكية جاهزة للتعامل مع أي قرار سياسي بالقيام بعملية إجلاء للأمريكيين جديدة ولكن حتى الآن ليس هناك قرار أيضا أشار إلى أن الحديث عن رغبة واسعة لدى عدد كبير من الأمريكيين بمغادرة السودان أمر مبالغ فيه فعلى سبيل المثال حضر حتى صباح الأربعاء أمريكي واحد كان يرغب بالمغادرة وبالتالي ليس هناك ضرورة ملحة لإجراء عملية واسعة عمليات إجلاء كما قال هذا المسؤول وهو أيضا أكد أن الأصول الأمريكية البحرية التي تم تحريكها إلى المنطقة لا تزال هناك وهي مستعدة للتدخل إذا اقتضت الحاجة من ناحية أخرى حذر هذا المسؤول من إطالة أمد النزاع العسكري في السودان أولا لأن هذا الأمر يعزز المخاوف والقلق لدى البنتاجون من أن تقوم مجموعات إرهابية ما باستغلال الموقف باستغلال الوضع العسكري الراهن ولكن ليس هناك أي معلومات استخباراتية في هذه المرحلة الآن تشير إلى بدء تحركات من هذا النوع أيضا بحسب المسؤول هذا النزاع العسكري لن تكون نهايته قريبة إذا لم يتم التدخل على المستوى السياسي لأنه يؤكد وبحسب ما أيضا كرره أكثر من مسؤول في البنتاجون بأن الحل الدائم يجب ولن يكون إلا سياسي في السودان شكرا وفاء على هذا الموضوع على هذه التفاصيل من وزارة الدفاع ننتقل إلى البيت الأبيض مع زميل هشام برار تطور لافت جديد وهو مقتل للأسف مواطن أمريكي ثاني جراء نزاع في السودان كيف ستتحرك اليوم الإدارة الأمريكية وهل هناك عمل مع القاضي العسكريين لوقف القتال أيضا وكيف يتم هذا الموضوع البيت الأبيض بالفعل اليوم أكد مقتل مواطن أمريكي ثاني في السودان البيت الأبيض يرى أن هذه الأحداث المتكررة واستمرار العنف في السودان يحتم ويزيد من الإلحاح والحاجة الماسة لوقف إطلاق نار مستدام في السودان البيت الأبيض على لساني منسق لاتصالة الاستراتيجية في مجلس إلام القومي جون كوربي يقول بأن الولايات المتحدة لديها قنوات مفتوحة للاتصال مع اللوائين المعنيين بهذا النزاع حميتي والبرهان والولايات المتحدة تموظف هذه القنوات بشكل يومي وباستمرار من أجل حثهما على الالتزام بهدنة طويلة الأمد وإحياء عملية التفاوض من أجل حكومة المدنية لنستفيد من وجودك معنا حدثنا أكثر عن الأسئلة التي طرحت على الرئيسين الكوري الجنوبي والرئيس الأمريكي إثر هذا الاجتماع وأيضا إرسال الدعم النووي إلى المنطقة شبه جزيرة الكورية وطمعا البيت الأبيض اختصى الرئيس الكوري الجنوبي يونسو كيول بزيارة الدولة الثانية من نوعها بعد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تشريف مهم يجسد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لمنطقة المحيطي الهادئ والهندي سواء في التعاون مع الصين أو مع التهديدات النووية الكورية الشمالية البيت الأبيض قرر اليوم توظيف هذه المناسبة التي تصادف الذكرى السبعين لما يسمى بمعاهدة الدفاع المشترك بين البلدين لإعلان ما يسمى إعلان واشنطن وهو وثيقة جديدة وقعتها الولايات المتحدة مع سول تقضي بنشر قدرات ردع نووي في كوريا الجنوبية في مقدمتها غواصة لصواريخ الباليستية النووية في مرفأ الكوريا الجنوبية لدرئي وردعي التهديدات النووية المتواصلة عبر هذه التجارب الساروخية التي تقومها بها بيونج يونج كوريا الشمالية الجارة الشمالية لكوريا الجنوبية الولايات المتحدة توظف هذه ما يسمى بمضلة الردع الممتدة التي تستخدم لأول مرة منذ الحرب الباردة لردعي هذه التهديدات عبر قدرات نووية لن تنشر داخل كوريا الجنوبية بل في مياهها وأيضا عبر مناورات عسكرية مشتوركة وتبادل المعلومات الحساسة فيما تعلق بالتكنولوجيا النووية زيارة دولة تستمر لستة أيام ليون هنا في واشنطن من دماء خطاب أيضا أمام الكونغرس بمجلسه تجسد أهمية هذه العلاقة بين البلدين وأيضا مؤشر آخر على تركيز البيت الأبيض على هذه المنطقة الأسبوع المقبل أيضا الرئيس الأمريكي يجتمع مع نظره الفليبيني قبل أن يتوجه لليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع في هيروشيما ثم إلى أستراليا ليشارك في قمة مجموعة الربعي في سيدني أيضا شكرا على كل هذه المواضيع هشام كان يوم حافل في البيت الأبيض لننتقل إلى الكونغرس مع مرسلنا عبد الرحمن البرديسي ماذا عن تفاصيل جلسة الاستماع الخاصة بالسياسة الأمريكية تجاه تونس وما يجري هناك نعم جو عقدت اللجنة الفراعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومحاربة الإرهاب جلسة الاستماع وهذه اللجنة طبعا تابعة للجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ الأمريكي وجلسة الاستماع لتناقش سياسة الولايات المتحدة تجاه تونس خاصة أن هناك انتقادات واسعة من المشرعين الأمريكيين للرئيس التونسي قيس سعيد خاصة مثلا أن كريس ميرفي رئيس اللجنة الفراعية وهو عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي نعت الرئيس التونسي بالرئيس الدكتاتور وقال إنه تقابل معه منذ أكثر من واحد وعشرين شهرا وأكد له أنه هو الرئيس التونسي الوحيد والرجل الوحيد الذي يستطيع قيادة البلاد وأن هناك نظرية المؤامرة تحوم حول الرجل بطريقة كبيرة جدا وقال إنه لم يسمى ما حدث له انقلابا وكان هو مشغول بوسائل الإعلام العالمية والتونسية التي سمت ما حدث عندما تولى السلطة بأنه انقلاب عسكري ولذلك هو أكد له أكثر من ثلاث مرات أن ما حدث ليس انقلابا عسكريا أيضا مسؤولون من الخارجية الأمريكية حضروا الجلسة وأكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن توقف المساعدات المالية والاقتصادية لتونس للنهوض بالحالة الاقتصادية في تونس وقالوا أيضا لابد للشعب التونسي أن يعرف جيدا بأن ممارسات الحكومة الدكتاتورية هي التي تؤدي في الأخير إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب التونسي كان أيضا هناك موضوع هام بخصوص رفع صقف الدين فانتهت لجنة القواعد بمجلس النواب في صباح هذا اليوم في الخامسة صباحا انتهت الجلسة المنعقدة منذ ليلة أمس في وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون خاص برفع صقف الدين والذي ربما يتم التصويت عليه في الأيام القليلة القادمة وهو مشروع مقدم من الحزب الجمهوري ويرفضه طبعا معظم المشرعين الديمقراطيين شكرا عبد الرحمن أيضا على هذه التفاصيل من الجلسة في الكونغرس الآن ننتقل إلى ستوديوهاتنا مع الزميل رابح فلالي أيضا الحديث عن مقتل المواطن الأمريكي الثاني جراء نزاع في السودان وماذا بالتالي عن قنابات الاتصال المفتوحة مع البرهان وإحميتي وهل هناك من تخوف من أن يكون هناك ضحايا آخرين الزملاء حول النزاع القائم في السودان والمواقف الأمريكية على أكثر من مستوى واحد هناك قلق بين الأمريكيين سواء أصحاب العائلات التي تعيش هنا في الولايات المتحدة والجزء من هذه العائلات الموجود في الوقت الحاضر داخل السودان لأسباب مختلفة بعضها إنساني كزيارات عائلية بعضها في مسائل تتعلق ببعض الأعمال العائلية وبعضها الآخر في مشاريع إنسانية يتعلق بأعمال الإغاثة حول مصير هؤلاء حتى الآن إضافة إلى أن تلك الأخبار التي أكدتها الحكومة الأمريكية في وقت سابق اليوم والمتعلقة بمقتل مواطن أمريكي ثاني في السودان منذ بداية الأزمة هناك ودخول هذه الأزمة الآن الأسبوع الثاني وبعد نهاية الأسبوع الأسبوع الثالث في ظل هذه الأخبار التي تنتشر الآن عن وجود خطة أمريكية جاهزة لترحيل الأمريكيين من أصول سودانية ومن أصول أخرى المتواجدين في السودان المطروح بالنسبة للعائلات الأمريكية في اللحظة الراهنة هو إذا كان الوضع الآن سوف يتجه لمزيد من التعقيد في السودان هل هناك خطة جاهزة لترحيل جماعي لهؤلاء بعض العائلات تتحدث أن بعض أفرادها تم ترحيلهم عن طريق مساعدات حصلوا عليها كما جاء الأمر في تأكيد وزير الخارجية الأمريكي شخصيا عندما أشار إلى أن أمريكيين تم ترحيلهم من السودان بمساعدة من الجهات السعودية التي ساهمت في إخراج سعوديين وأخرين من داخل وقدم بالمناسبة شكر الولايات المتحدة للحكومة السعودية في هذا الشأن هناك أسئلة أخرى تتعلق بقضية قدرة الآن الأمريكيين خاصة من أطفال وقصة الموجودين داخل السودان على الحصول على المساعدات اللازمة التي كانت تؤمنها السفارة الأمريكية قبل الترحيل الجماعي لموظفيها من العاصمة السودانية هناك أسئلة أخرى تتعلق أيضا بقدرة هؤلاء الآن بعد تلك التوجيهات الأمنية التي كانت تصل إليهم اتباعا من السفارة الأمريكية في الخرطوم بشأن قدرتهم على البقاء في الملاجئ التي طلب منهم البقاء فيها إلى أي مدى يمكن أن يبقى هؤلاء وإلى أي فطرة قبل سواء خروج أو التوصل إلى منطقة آمنة خاصة وأن السفارة أعطت في وقت سابق تعليمات للأمريكيين من أصول سودانية ومن أصول أخرى على أن محاولة الخروج من العاصمة الخرطوم إلى المدينة الأقرب بورت سودان قبل الحصول على فرص اللجوء إلى دول مجاورة ليست آمنة بما فيها الكفاية وبالتالي هناك أسئلة تتعلق بخيارات آخرين من الأمريكيين السودانيين ومن غيرهم إذا قرروا اتخاذ هذا القرار بشكل فردي والذهاب إلى الخيار الآخر أو إلى دولة مجاورة منها كما قلت بورت سودان ومن ثم إلى جدة ومن ثم إلى الولايات المتحدة أو اللجوء إلى الحدود السودانية المصرية كل هذه المسائل أو كل هذه الأسئلة الآن مطروحة وبجدية بالنسبة لعائلات الأمريكيين من أصول سودانية ومن أصول أخرى هنا في الولايات المتحدة شكرا على هذه المعلومات أيضا رابح أشكر الزملاء عبد الرحمن البرديسي ووفاء جباعي وهشام أيضا على كل التفاصيل وموفاتكم بالمزيد من التطورات في واشنطن شكرا على المشاهدة